ولية نصيحة عشان من تخلقها على مدار الاربع شهور اللي فاتوا اللي جان ما بتجيبش الاستقرار اللي بيجيب الاستقرار المجلس المنتخب والمجلس المنتخب بيبقى داخل بخطة وسياسة معينة انا عليها فلوس ادي ايه هجيب فلوس منين عفوا هعمل صفقات هنفس على بطولة انا جاي متحمل مسؤولية لانا انا اللي جايش للليلة ففي انتخابات يوم الخميس نادي الزمال او اسف يوم الجمعة ففي البعض بقالهم اسبوع لا مش هيبقى في انتخابات لا مش عارف ايه وعملين ايه ده الكلام اللي كان بيتقال في الكواليس عشان كده ما قلناش الخبر ده خالص فالانتخابات تأكد موعدها يوم الجمعة القادم طب احنا كاعلام عايزين حد يكسب بعينه لا مش هنغلط غلط ناس اساطير في الاعلام بتعمله على مدار سنين طويلة عدم الحيادية باي حد بتبنى ده فاخده في حطني اكلبش فيه وخليه اللي هو لازم ينجح يعني لازم ينجح مش دوري انا انا مالي يا اما انا صاحب مصلح على بلاطة كده وبقول لكم خلاصة الكلام علشان فيه ناس كتير على مدار سنين زعلت مني والحق بيوجع الحق بيوجع مش دوري اتبنى فكرة هنا في الاعلام اتبنى حد معين لازم ينجح وقتل عليه بحلو بمرو بكل حاجة الغلط انا ايه مصلحتي اللي انا اعمل كده فهنا في قائمتين داخل نادي الزمال ايه النصيحة الاولى الجمعية العمومية احنا بندور طول الوقت على تعظيم دور الجمعية العمومية وهي اللي بتجيب وهي اللي تحاسب والي تماشي ده الكوانين كلها بتقول كده والعرف كله بيقول كده ففي قائمتين وفي مستقلين داخل نادي الزمال احنا لما نقدم النصيحة كبرنامج بعيد من اللي احنا نقول لا انتخب ده وانتخب ده مناش دعوة احنا من ايا كان مين حييجي هنسنده بكل كوة لان ده نادي الزمال عنده جماهير كبيرة في كل مكان برضو فبالتالي اللي عايز اقوله الجمعية العمومية اما اروح اختار ودي المشاكل ازالية داخل نادي الزمال وبنقولها بكل كوة بالمنازل اروح انتخب انتخب القائمة كاملة لان انا مع نادي الزمال على مدار العصور كلها والسنين كلها اللي عدد اروح واخد من هنا اتنين ومن هنا اربعة فتبتدي الخناقات من اول يوم مشاكل اوادي مش هنقدر نشتغل واحنا مختلفين طول الوقت مفيش توافق مفيش تجانس الفكر مفيش مفيش امام اروح اختار انا حابب ده اللي يقود النادي القايمة كاملة خلص خلص من بدري لو انت بتحب نادي الزمالك مع ان ممكن تبقى حابب فرد هنا لوحده او فردين او تلاتة او اربعة لا انت عاجبك الرئيس هنا عايز الرئيس ده سيبه يشتغل بناسه وباللي هو اختارهم اللي هو اختارهم على السوء ما فهمين طريقته في الفكر وطريقته في اسلوب الادارة وازا حيجيبوا فلوس كلهم مع بعض وازا حيجددوا للعيبة وازا حيخلصوا ديون نادي الزمالك وازا يعملوا عقود جديدة فنصيحتي العضاء الجمعية العموية النادي الزمالك اختار القايمة كاملة ليه؟ علشان شفنا على مدار السنين بتختار عنصرين من هنا وعنصرين من هنا بتعمل عدم استقرار لناديك فلو بتحب نديك ما تدورش على فرض دور على مجموعة فاختار المجموعة اللي تنزل ده فيما يخص الانتخابات عرفنا من الكواليس اللي فيه الاستاذ مرتضى منصور كان عايد مع الوزير فيما يخص كان فيه تدريبات تتلغي التدريبات والكلام ده كله برضه مش هنتكلم فيه لان سات الوزير بصراحة يعني الراجل ماشي بمنطقة الحيادية مع الناس كلها وبيهموا استقرار نادي الزمالك فيوم يبقى زحمة فمنفعش النادي لازم كل الالعاب تريح خالص مش هتفرق اليوم ده في التدريب انتو بتدي تركز على الانتخابات علشان بيروح حدد كبير جدا لانتخابات نادي الزمالك معي تقرير عن انتخابات نادي الزمالك نروح نشوفه 48 ساعة تفصل نادي الزمالك عن اهم نقطة فاصلة في مستقبل النادي حيث سيختار الجمعة المقبل اعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك مجلس جديد يقود النادي لمدة 4 سنوات وكل امال اعضاء الجمعية العمومية وجماهير الزمالك داخل وخارج مصر ان ينجح المجلس الجديد في انهاء الازمات الدائمة في انتخابات الجمعة المقبل تشهد منافسة 70 مرشح على 12 مقعد وهي رئيس والنائب وامين الصندوق وستة اعضاء فوق السن وثلاثة اعضاء تحت السن والعلى الابرس في المرشحين للانتخابات المقبلة هو دخول ثلاثة منافسين على مقعد الرئاسة وهم مرتضى منصور رئيس النادي الحالي واحمد سليمان مدرب حراس مرمى المنتخب الصادق وعضو مجلس ادارة الزمالك الاسبق والنائب عمر هاريدي عضو مجلس النواب ويستعد نادي الزمالك لاستقبال اجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي وقامت اللجنة التنسيقية المشرفة على الانتخابات باللجنة الأولمبية بدراسة اوراق المرشحين المتقدمين لانتخابات النادي وفقا لما تم ارساله من مجلس ادارة الزمالك وبعد دراسة الاوراق اعتمد مجلس ادارة اللجنة الأولمبية المصرية السبعين مرشحا بواقع ثلاثة مرشحين على مقعد الرئيس واربعة مرشحين على منصب نائب رئيس واربعة مرشحين على منصب امين الصندوق واربعين مرشحا على منصب عضوية مجلس الادارة فوق السنة وتسع عشر مرشحا لعضوية مجلس الادارة تحت السنة وانهى مسؤول نادي الزمالك تجهيز كافة الترتيبات الخاصة باستقبال الاعضاء لحضور الجماعية العمومية المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل الموافق الحادي عشر من فبراير الجاري ده كان تقرير عن نادي الزمالك أما معايا بيان صادر عن اللاجد